بس قبل ما روح يعني أو أول حاجة عايزة أقولها أنه الجو في مصر ولسه في اسكندرية وفي أمطار والأرصاد بتحذر الجو مش بس في مصر اللي صعب ومتغير في حتة كتير جدا يعني مثلا العراق وجهت النهاردة مش بس النهاردة من يوم الجمعة موجة كبيرة قوي من الأمطار الكثيفة جدا جدا وربما فايدانات وصيول في مناطق واسعة من العراق ده بالنسبة للعراق فكانت برضو يعني الكل قالوا أنه ده طاقس غير مستقر برضو والأرصاد بتحذر وكانت العراق متأثرة طول الفترة دي لغاية النهاردة بهذه الأمطار أما في نيبال فكان برضو في عاصفة رعدية معروف أن بتحصل العاصفة الرعدية دي في منطقة بجنوب نيبال دايما في فترة دخول الربيع ولكن السنة دي كانت سيئة جدا لدرجة أنه أكتر من 27 شخص بيقولوا يمكن وصلوا لغاية دلوقتي حاجة و30 شخص وأصيب نحو 400 آخرين في عاصفة رعدية اكتاحت مناطق بجنوب نيبال في ساعة متأخرة من مساء الأحد وكمان في إيران إيران وصل الأمر النهاردة أنه هم عاملين طوارئ والشرطة بتجبر الناس اللي في منطقة الفيضانات أنه هم يخلوا واللي مش هيخلها تخليب القوة عدد ضحايا فيضانات المتواصلة في إيران منذ أسبوعين ارتفع لـ 44 شخص أفدت محطات تلفزيونية أنه تم إجلاق 19 ألف شخص من بلبدة دورود في مقاطعة لورستان الغربية وأجلي سكان 27 قرية في خوزستان وأرسلت تحذيرات من مخاطر فيضانات لـ 48 قرية أخرى دي كلها من الحاجات اللي بتوجهها للدول الكتير اليومين اللي فاتوا دول عدد ضحايا الفيضانات زي ما قلت لحضراتكم ارتفع بشكل كبير في إيران فالجو في مصر العراق إيران فيضانات أمطار ربنا يحمي الجميع وحتى في نيبال نيجي بقى بالنسبة لـ نيوزيلندا احنا الأيام اللي فاتت ما كناش يمكن قلنا لحضراتكم على أنه كان فيه تقبير لضحايا هجوم المسجدين في نيوزيلندا حيث أقامت السلطات في نيوزيلندا مراسم وطنية تقبير لضحايا مجزرة المسجدين حضرها رؤساء دول وحكومات من 59 بلد وممثلون عن الجالية المسلمة والمكتب الإعلامي لرئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردر قالت أن تقبير الضحايا الهجوم هو فرصة لتوحيد سكان كرايست تشورش وجميع مواطني نيوزيلندا وقالت أن المواطنين بيظهرون بذلك قدرتهم على التعاطف واحترام الآخرين وتقديرهم وبالتزامن مع المراسم اللي نظمت في حديقة هاجلي في كرايست تشورش بدأت في جميع كنائس البلاد وقتها كان برضو صلوات وقدسات لتقبير ضحايا الهجوم والمدن البلاد كلها كانت شهدت حفلات موسيقية ومسيرات كثيرة وكل ده كان لإحياءا لذكرى ضحايا المجزرة اللي قودت بحياة خمسين شخصه تسببت بإصابة خمسين آخرين واللي حدثت في خمستاشر مارس الماضي نيدي بقى للحقيقة أنه في بعض الحاجات بقى اللي حصلت أولا ناس كتير نشرت أنه يا جماعة رئيسة وزراء نيوزيلندا ما بتزعلش حد ده بتشتغل سياسة هي سياسية محنكة بالرغم من نسي الناس قغير هي كانت فعلا مشاعرها حلوة جدا وحدت الشعب نيوزيلندا كله في هذا الأمر ولكن هي على الجانب الآخر هي بتشارك في مسيرات كثيرة منها مسيرة للشواز كانت شاركت فيها ورفعت العالم معاهم وكل الحاجات دي الحقيقة كانت قامت بها رئيسة وزراء نيوزيلندا فهي يعني آه لبست طرحة تفاعلا مع هذا الحادث ومع الجالية المسلمة وقبت مشاعر جميلة جدا جدا لكن هي سياسية محنكة فالأمر طبعا أنا زي ما بقول لحضراتكم كان في بعض الناس في نيوزيلندا لما شافوا التفاعل ده وناس كتير في الإعلام كانوا لبس حجاب وناس كتير تفاعلوا وحاولوا طبعا قالك احنا لازم نستغل الفرصة دي ونتكلم عن الإسلام وندعو للإسلام وصل الأمر بأنه في شخص بالفعل مسلم كان بيدعو رئيسة وزراء نيوزيلندا إلى اعتناق الإسلام وهكذا ردت شوف الفيديو اللي كنا عرضنا في الأول خالص زميلنا فيعني أنه تصرف اللي هي عملته ده زي ما احنا بقول لكم أدى إلى أنه شخص قال لها هو بيدعوها لدخول الإسلام وهي ردت عليه نسمع جزء هو بالإنجليش معلسش وأقول لكم ايه الرد اللي هي كانت ردته رئيسة وزراء نيوزيلندا فهي كانت الحقيقة بتقوله أنه أنا عارفة أنه يعني الإسلام سلام ولكن طبعا يعني هي كنت برضو عايزة تفهمه أنه المجتمعات كلها بتحتاج أن هي تدعم أي حد بيتعرض لمحنة وأنه الضحايا هم أبناء شعبي وأنه يعني مش الأمر لدرجة زي بقول لحضراتكم يعني كانت أنه الفكرة هي سياسة وهي نجحت الحقيقة وده حلو أن يبقى فيه تعاطف بس على الجانب الآخر مش مفترض أنه يكون الأمور بهذا الشكل يعني وناس كتير على فكرة في اللقاءات تلفزيونية تانية كانوا قالوا أنه لازم نستغل ده وندعو الناس اللي في نيوزيلندا علشان يجوا للإسلام ده حصل بالفعل ففيه فرق بين الإنسانية وفيه فرق بين أنك أنت بتتكلم على دعوة الدين يعني المهم أنه فيه بعد كده كانت الحياة فيسبوك بعد الحادث ده بيدرس حاجتين درس أنه موضوع يكون فيه حاضر على خدمة البس المباشر وأنه يكون فيه قيود وأنه يحاولوا أنه يكون فيه انتقاء هو موضوع القصة بتاعته جوم نيوزيلندا مش هي الحاجة الوحيدة اللي بستت على الفيسبوك قبل كده كان فيه حالة قتل قبل كده كان فيه حاجات كتير برضو صعبة بستت على الفيسبوك ولكن اللي حرك الفيسبوك أنه قال أنه لازم هيعمله قيود على خدمة البس المباشر عشان ما يبقاش فيه حاجات تاني فيه عنف أو فيه قتل تطلع الحاجة التانية برضو اللي قالوها أنه هم هيمنعوا منشورات اليمين المتطرف الأبيض وده برضو ناس بدأت تقول لهم طيب ماشي ولو أنتوا هتمنعوا كل المواد دي امنعوا كمان الحاجات اللي هي بتشتم في المسيحيين طول الوقت امنعوا الحاجات اللي فيها تعصب امنعوا الحاجات اللي فيها عنصرية مش بس حاجات اليمين احنا معا أنك تمنع البس المباشر اللي لأي حاجات فيها عنف احنا معا أنك تمنع الأمور اللي فيها نزعات يمين متطرف ودعوة للعنف بس امنع كل حاجة امنع حتى الإساءة للأديان كلها ولما بنشوف صفحات كتير بيعملوا الإساءة دي بنزع للحقيقة الجنسية الإيطالية مونحت بالفعل المصري رامي شحاتة بعدما أنجز العشرات من المسبحة اللي كان فيه السواق السنغالي اللي كان هيولع في الأوتوبيس ودي كانت حاجة جميلة جدا رامي بالفعل تم يعني إعطاءه رامي شحاتة بالفعل دلوقتي أخذ الجنسية الإيطالية بالنسبة للجزائر بوتفليقة أعلن مش بوتفليقة على فكر اللي حواليه قاله أنه هو هيستقيل قبل نهاية عهدته اللي هي في 28 إبريل وكان فيه تعيين لحكومة وبرضو الحراك الشعبي مازال مستمر ومعترضين على أنه الحكومة اللي تعينت برضو بيقوله بوتفليقة أساسا ما هواش في وعيه مين اللي بيدي كل الأراء دي ومين اللي كل شوية بيجس النبض ومين اللي بيطلع بيانات بالتأكيد أخوه والحشية اللي حواليه بوتفليقة وبرضو ردود الفعل مختلفة يا ترى الجيش ضد بوتفليقة ومع الشعب ولا الجيش إيه بعد ما قاله الجيش هيبقى مع المادة 102 اللي هي أنه يعزل بوتفليقة عشان أنه مريض بعد كده قالك لأ مع المادة 87 اللي هو يعني الشعب ورأي الشعب فالحكاية متلخبطة شوية حتى نفس الجزائريين في كلامهم في التلفزيونات مش عارفين الدنيا ماشية فين والوقت اللي جاي هيكون ايه ولكن الحراق مازال مستمر الحقيقة كان النهاردة برضو البشير كان قال كلمة وجدت دعوته لمعارضة سودانية المشاركة في حوار وطني وبرضو ردود الفعل ما كانتش قوية وأهم حاجة حصلت النهاردة كانت الانتخابات في تركيا فوز المعارضة في أنكارا وحزب أردغان بيطعم في نتاج اسطنبول وبيعترف أردغان بأنه فشل الحقيقة وأنه بالفعل الحالة الاقتصادية والأمور اللي جات للليرة التركية وكل دي قدت إلى ضعف فعلا تأييد أردغان وكانت الانتخابات دي بمثابة استفتاء على أردغان بالتأكيد فيه أخبار تانية مقدرناش نقولها النهاردة لكن إن شاء الله هنقولها لكم يوم الأربع انتظرونا والمزيد ومورا الأحداث إلى اللقاء